السباح الخير عليكم مشاهدينا وأهلا بكم معينا وحلقة جديدة من مصر جميلة النهاردة هكون معاكم والمدة ساعة إن شاء الله عندنا فقرات فقراتنا السابتة مصر مستقبل مصر طبعا بنتكلم فيه دايما في فقرة بكرة أحلى ودي أول فقرة هتكون معينا وبعد كده طبعا بفكرة بنبني بكرة ومشروعات تخرج جديدة لشبابنا الجميل شبابنا طلبات وطالبات كلية الإعلام وطبعا زي ما أنتوا عارفين دايما بيكون عندنا فكرة جديدة وفكرة مبتكرة وكمان أحلى حاجة في المشروعات اللي بتكون معينا ربط المشروعات دي بالواقع وإزاي نستفيد بيها النهاردة عندنا كمان فقرة الأخبار وحيكون معينا ثلاث أخبار مهمين هنبتدي على طول بفقرة الأخبار وأخبارنا النهاردة أول خبر معينا بيقول إنه الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في قمة البريكس بلاس والخبر بيقول إنه شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في قمة البريكس بلاس والتي تأتي رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج وأعرب فخامته عن تقديره في المشاركة لتجمع البريكس والذي يشكل مكانة كبيرة على الساحة الدولية ويمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وأعرب السيدة الرئيس عن تقدير مصر لتجمع البريكس في تبني رؤية مشتركة تجاه القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام للدول النامية وأكد سيادته على ضرورة ألا تأتي الجهود نحو معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية على حساب دعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والأقل نمواً ده الخبر الأول الخبر الثاني بيقول افتتاح محطة مصرف تخدم 86 ألف فدان بتصرف 3.7 مليون متر مكعب في اليوم الخبر الثاني بيقول أنه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والراي افتتاح محطة مصرف 7 وده خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ والمحطة بتخدم زمام 86 ألف فدان وتتكون من 6 وحدات بقدرة رفع 3.5 متر وبتصرف اجمالي 3.7 مليون متر مكعب في اليوم الخبر الأخير معنا النهاردة وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع سير العمل في حلوان للصناعة الهندسية بيقول المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي قام بتفقد أنشطة شركة حلوان للصناعات الهندسية مصنع 99 الحربي وخطوط الانتاج والتي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة وقال السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الشركة رفعت طاقتها الانتاجية في العديد من المنتجات من أجل سد احتياجات السوق المحلية بجانب التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنتاج الجرارات الزكية الدوارة متعددة التوابق والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في حل أزمة عدم توفير أماكن الجراجات انتظار للسيارات ودي بدأنا نشوفها في أماكن كتير جدا الحقيقة أنا نفسي جدا أجربها ونفسي أشوف الميكانيزم بتاعها بتشتغل ازاي الجراجات دي أصبحت بتوفر أماكن انتظار في الكثير من المناطق الحيوية بقينا نشوفها في الأندية بقينا نشوفها أمام عدد كبير جدا من المنشآت وده بيوفر وسيلة آمنة لأن احنا نعمل باركينج لأ العربية وشكلها بيبقى جميل جدا 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 خلصت أخبارنا وزاي ما انتوا عارفين وزاي ما قولنا في البداية فقراتنا النهاردة هما فقرتين الفقرة الأولى طبعا دايما بنحاول نناقش فيها أهم الموضوعات والنهاردة هنتكلم عن الأسرة المصرية طبعا الأسرة المصرية هي أهم أساس في المجتمع طبعا لما بتكون الأسرة أسرة صحية الحياة فيها حياة طبيعية بتربي أبنائها على الأصول وعلى أساس وأساسيات الحياة والمبادئ والواجبات والمسؤوليات كل ده بيأثر فيه شخصية شبابنا وطبعا شبابنا هما الأساس إدي عملينا لأن هما هيحققوا مستقبل مصر وحيقدمونا طبعا حياة جميلة جدا في المستقبل ده الموضوع اللي هنتكلم عليه طبعا عن مجهودات الدولة في حماية الأسرة المصرية وبينورنا في الفقرة الأولى الدكتور أشرف البهي الكاتب الصحفي زي ما قلنا في البداية النهاردة بنتكلم على الأسرة المصرية وتأثير الأسرة على تكوين شخصية أولادهم ويمكن يعني اتكلمنا قبل كده عن حاجات كتيرة جدا ممكن نكون احنا بنعملها في حياتنا اليومية ومن غير ما نقصد بيكون لها تأثير على أولادنا احنا شايفين ان فيه مجهودات كتيرة جدا من الدولة لحماية الأسرة المصرية ووضع عدد كبير جدا من القوانين لحماية الأسرة المصرية هنتكلم على الموضوع ده أكتر وكمان زي ما بنقول كده احنا في البيت بنبني الأساس ولازم نكون متأكدين أن الأساس ده هيحمي ولدنا من أي متغيرات خارجية تقدر تأثر في شخصيتهم طبعا بينوارنا والحديث دايما بيكون ممتع مع دكتور أشرف الباهي الكاتب الصحفي أهلا بيك معنا يا دكتور منوارنا أهلا بيك يا ميادة صباح الفل عليك ومصر جميلة بيك وبقى أحباك وبقى أصدقائك الله يخليك دكتور يمكن عايزين في البداية نتكلم كده بشكل عام عن أهم مجهودات الدولة في الوقت الحالي لحماية الأسرة المصرية شكرا جزيلا يا ميادة وكل سنة منتطيبة نحن على بعد أيام من تلاتين ستة احتفال الدولة كلها بهذا الإنجاز وثمان سنوات إنجاز إن شاء الله ويعني اتنالنا نقلة الحمد لله الحمد لله نقلة جمدة جدا في ثمان سنوات فكل سنة أنت طيبة وأيامك سعيدة قبل أيام عيد العطحة المبارك كمان كل سنة أنت جميعا طيبين وبخير بالأمانة الدولة ملف العائلة المصرية الأسرة المصرية اللي هي اللابين الأولى في المجتمع كله الدولة الميديالها اهتمام شديد جدا تعالي شوف سيادة الرئيس أعلى منصف في الدولة قال جماعة قانون الأحوال الشخصية لابد إن إحنا نقعد نعمل عليه حوار مجتمعي ونجتمع عليه ونتكلم عليه تكلف لجنة بإعداد قانون جديد إحنا قانون الأحوال الشخصية اللي عمل مشاكل في معظم العائلات اللي فيها حاجات تنغص كده العائلات دخل مجلس الوزراء بداية العامل الماضي إلى الآن لسه ما تمش اعتماده فسيادة الرئيس من حوالي عشر طيام بالضبط كده عمل مداخلة مع إحدى القناة الفضائية فقال يا جماعة قانون الأحوال الشخصية هيعاد النظر فيه لمصلحة العائلة المصرية العائلة الأب الأم الأبناء نفسهم اللابنة الأساسية لتكوين المجتمع تاني يوم على طول وزوط العادل اجتمعت شكلت لجنة حطت اللجنة بنودها وقالت في خلال أربعة شهور فقط سيتم الانتهاء من إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية انسي بقى كل المشاكل بتاعت زمان انسي كل التحديات انسي كل الصعوات اللي كتبت قابل العائلة كل ما يخص العائلة إن شاء الله هيكون محل حوار ومحل أخذ واستماع من هذه اللجنة وبدأت تعمل لقاءات وبدأت تعمل حوار مجتمعي فعال بالأمانة عشان يطلع في النهاية قانون الأحوال الشخصية اللي هو بيمس العائلة اللي هو بيتكلم على كل قضايا العائلة مش زواج وطلاق فقط ومحاكم لا بالعكس ده كل حاجة بتمس العائلة سيتم منقشته احنا شوفنا قبل كده قانون الأحوال الشخصية بالأمانة كان فيها مشاكل كان بيتم تفصيلها الفئة معينة خلاص سيادة الرئيس قال يا جماعة لجنة محيدة تماما تعد هذا القانون لصالح العائلة المصرية اللجنة شغالة دلوقتي انا اعتقادي على اول شهر تسعة كده او نص تسعة هتنتهي من عملها هيبدأ بنود القانون تبان هنبدأ يحصل فيه حوار مجتمعي افضل وافضل بما يخدم العائلة المصرية في النهاية بس يا دكتور مش عايزة قطع الكلام حضرتك بس اهم حاجة واحنا نفسنا يعني اللي انا هقوله ده يكون مسموع ويؤخذ في عين الاعتبار آلية التنفيذ الله عليك يا ميد يعني القوانين موجودة ونصفة وفي منها قوانين الحقيقة بتنصف الطرفين سواء الاب او الام لو اتكلمنا على مشكلة التطلق ممكن اي طرف فيهم يحصل على حكم ولكن آلية التنفيذ الحكم هي دي المأساة كنا بنقابل كلنا صعوبات ومشاكل في آلية التنفيذ من ضمن التعهدات ومن ضمن الكلام اللي هيتاخد فيه القانون الجديد آلية التنفيذ يعني اذا وزارة العدلة حتى الموضوع دو عد في الحزبان وهتناقشه عشان يبقاش قوانين 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 زي اللي احنا عملين كل يوم نحس بيها وفي النهاية ما فيش تفعيل ما فيش تطبيق فآلية التنفيذ هتكون منصوصة في القانون هيكون فيها محدد هيكون فيها مين اللي ليه السلطة ان يعمل كذا يعني الالية واضحة وصريحة ان شاء الله وهيتم بخلالها حوار مجتمعي يعني ايه حوار مجتمعي؟ يعني حضرتك يعني انا يعني الوالد الوالدة المستمع اللي بيستمعنا المشاهد اللي بيشوفنا ممكن ان هو حق يدخل في هذه اللجنة وفيه كمان ميل بعتينه علشان اللي يحب يحط حاجة يتواصل مع هذه اللجنة كاتبينه نكتب كده على جوجل بس الميل بتاع قانون العحوار الشخصية الجديد اي حد عنده اقتراح اي حد عنده فكرة اي حد عنده عايز يعد الحاجة يبدأ يبعت واللجنة هتاخدها بعين الاعتبار هتطبقها ما تقلقش من قرية التنفيذ اللي كان زمان بنحس ان فيه قوانين ان شاء الله هيتم القضاء عليها ده بالنسبة لقانون الاحوار الشخصية وكل المشاكل اللي فيه في نفس التوقيت الهيئة الوطنية للإعلام من حوالي 5-6 ايام طلعت مبادرة جميلة جدا مش عالف ليه مش وقت حظها في الإعلام يا ميادة اسمها الإعلام الآمن للطفل اذا احنا بننكلم على أحوار شخصية قانون احوار شخصية عشان يهم العائلة في نفس التوقيت طلعت الهيئة الوطنية للإعلام بالناس اللي فيها الجمال جدا بيتكلموا على إعلام آمن يعني هي إعلام آمن للطفل يعني أأمن على ابني وبنتك وأب وأولادنا كلنا يشوفوا التلفزيون ويسمعوا الإزاعة ويشوفوا الفيسبوك ويشوفوا التواصل الاجتماعي بدون ما يكون فيه خوف عليهم بدون ما نعمل لهم دوشة وتلوث إعلام آمن للطفل واللجنة بدأت خلاص هتبدأ اجتماعاتها الأيام ديت وهيعملوا جلسات هعملوا حوار مجتمع هيضم جميع الإعلاميين وجميع المهتمين عشان في النهاية نتفق على إعلام آمن للطفل والأجمل في الموضوع إن المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثل إن المجلس القومي للمرأة ممثل إن كل فئات في اللجنة التانية مش في قانون الأحوار الشخصية الأحوار الشخصية خلاص اتفقنا وزوات العدل بتعمله وفيه لجن قائمة عليه وفيه جلسات استماع بنتكلم في نفس التوقيت إعلام آمن للطفل جميع الجهات الدولة ممثلة فيه الهيئة الوطنية للإعلام بتعمل شوء اللي حلو فيه قوي هيبدأوا جلسات الاستماع هذا الأسبوع وهنبدأ نطلع بقى كيف هي بقى أغني هطة كيف هي حاجات كده يعني بدأنا نسمع عليها ونشوفها وأطفالنا اللي هم الأساس في اللابنة في العائلة بدأوا يتأثروا لما يطلع قدون أحوال شخصية يضمن حقوق الطفل ويضمن حقوق العائلة ويطلع في نفس الوقت إعلام آمن للطفل أنا أعتقاد الشخصي هنقضي على سلبيات كتيرة جدا موجودة حسينها كلنا وشايفينها في بيوتنا وفي عائلاتنا وبقى أنا كم سنة عاشينا يا رب اللي اتنين يتم لهم النجاح وهيبقى بقى زي ما انت قلت في الأول بحسك الإعلامي الجميل قوي قليتي التنفيذ قليتي التنفيذ إذا اتفقنا الدولة تبدأ تفعلها إحنا بقى أباء وأمهات وعائلة وإعلاميين نبدأ كمان نفعل هنتكلم بعد شوية اتفضل مصري يا دكتور يعني أنا يمكن عندي اعتقاد أو يعني دي قناعة شخصية إنه إحنا كأهل في البيت بنحط زي ما بنقول كده حجر الأساس صحيح وبيبقى في قواعد كده عامة بنده لولدنا أوتلاين قاعدة عامة كده على الأصول الواجبات إيه المناسب إيه وبنديهم هما بعد سن معين يعني لو افترضنا مثلا سن المراهقة إن هو يكون عنده القدرة على معرفة إيه الصحة وإيه الغلط لأن أنا في النهاية أنا ببقى قاعدة في البيت وإبني بيتعرض للمجتمع سواء في المدرسة في الجامعة في الخروجات وإحنا للأسف شبابنا مجتمعهم بقى أوسع مننا بكتير يعني إحنا كان كبرنا يوم ما نبقى يعني بنخرج كنا بنروح النادي لكن ولدنا عندهم يعني فاكتورز كتيرة أو حاجات كتيرة جدا ممكن تكون بتأثر علينا بالفعل بنعمل إيه لأن يعني أنا عايزة أتأكد إن أنا كده ولادي آمنين وعارفين إيه الفرق ما بين الصح والغلط وهم يبقوا أصحاب قرار الله عليك يا ميادة ممتاز جدا سوالك نعمل جدا شكرا جزيلا مع التقدم التكنولوجي ومع الأيام ومع الانفتاح ومع العالم بقى قرية صغيرة اللي إحنا عمليين نسمعها ومع الوسائل الإعلام المنتشرة الولاد بدأوا يشوفوا حاجات إحنا مكناش بنشوفها الولاد بدأوا يعيشوا عصر جديد وسيدنا علي بن أبي طالب من كام سنة قال لي أن لكل وقته لكل عصر وقته يمشعب أبدا إن أنا مش نفس اللي عشته ولازم أعايشه الابني الابني جدي عاشه وأنا ما عشتوش كل عصر ليه أوانه كل وقت ليه معطياته بقى دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي للأسف هي الغالبة وهي اللي بدأت تقوم مقام البيت ومقام المدرسة ومقام الجامعة وكنيسة ومقام المسجد ومقام الأخ الأكبر بقت هي للأسف وسبنا أولادنا على وسائل التواصل الاجتماعي بدون أدنى مراقبة بدون أدنى متابعة بدون أدنى تفاعل معاهم بينا عملين نتكلم نصايح فقط ليهم بندى نصائح للناس وما نديش نصائح لنفسنا بقى مسكن الموبايل عملين ندى نصايح فالعائلة المصرية لا مطلوب جدا جدا قاعد مع ولادي أتكلم الكلام في حد ذاته دوت يا أستاذة ميادة مفيد جدا حتى لو هنتكلم في الهواء الطلق حتى لو هنتكلم في موضوعات ملهاش دازمة الحوار في حد ذاته مع أبنائي حتى لو الموضوعات مش ذاتة جدوى ده مفيد في حد ذاته ما بالك بقى لو هتتكلم في حاجة مفيدة بقى لو هنتكلم في التعليم لو هنتكلم في قضية محددة ابدأوا ويعودوا وأنا شفت بالأمانة عائلات مصرية نتيجة الحوادث اللي أسمعنا عليها لأسبوع اللي فات للأسف وكل البيوت المصرية هتزت لها هتزة يعني شنيعة جدا بدأوا يكتمعوا بالأمانة يعني لنا عائلات كترة جدا ويمكن نفس الحكاية عندي كمان بدأوا يعودوا ويتكلموا ليه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي جد على المجتمع طب نعالجت زي طب ايه الوسائل بدأنا نعود شوية في شوية يمكن ان كم سنة اللي فاتوا نتيجة يعني أوضع كانت خاطئة شوية طلعت بمثل هذه الأخلاقيات بمثل هذه السدوكيات الخاطئة اللي ان شاء الله هتعود تاني مع الأيام القادمة ومع النهضة اللي بنشهدها في الاقتصاد وفي السياسة وفي الحياة الاجتماعية هينصب على العائلة انا بقول لك هو من دلوقتي هينصب على العائلة ان شاء الله وهنحس بتقدم في مستوى العائلة نتيجة ان المجتمع قائم على أعمدة ما بيطلعش عمود لوحده والبقى لا كلهم بيصبوا مع بعض فانا اعتقادي ان التقدم اللي احنا ماشيين فيه في الجانب الاقتصاد وفي الجانب السياسي هينعاكس على الجانب الاجتماعي شئ نأم أبين العائلة المصرية اللبنة الصغيرة ديت في المجتمع هتتأثر باللي بيحدث هتتأثر بما تعيش وتشوفه مع قانون أحوال شخصية جديد مع إعلام آمن للطفل كمان انا اعتقادي يعني سنتين ثلاثة سنتين ثلاثة سيتم القضاء على العشوائية اللي كنا عاشين فيها الام اللي فاتت بس كمان لازم بقى الأب والأم كده يعني ايه مارسوا دورهم لازم الأب والأم والأخ ما نسيبش ولادنا للتلفزيون ما نسيبش ولادنا للسوشيال ميديا ما نسيبش ولادنا للأصدقاء السوق نعود معاهم نتكلم معاهم نتناقش معاهم نوجيهم ليس إلا أنا مش عايزك تقعد تقوله اعمل ومتعملش ونصايح أبدا أنت مرشد بتاخد بإيده من بعيد وبتسيبه دكتور يمكن زمان كانت الناس الكبيرة زي جدودنا وأهلينا كانوا دايما يقولوا لأن الزوج والزوجة مشاكلهم لازم يكون في قوضة مقفولة عليها باب محدش يحس بالمشاكل دي صحيح ولا المشاكل دي تطلع لحتى أهل البيت وما كانش حتى مسموح أنه يحكوا الأهليهم دلوقتي يمكن الناس فهمت الموضوع ده خطأ هم متخيلين أنه الأبناء لما الباب مقفولوا ومش عارفين أن أهليهم بيتخنقوا لو شوفوهم برا الأودة ما بيتعملوش مع بعض خالص وكأنهم منفصلين هم مش وغدين بالهم صحيح بيحسوا بالجفاء ده بيحسوا على قول بينعاكس بعدم التواصل اللي ما بين الأب والأم وده بيأثر عليهم بشكل غير مباشر ومن غير ما الأهل يعرف تقول النوعية دي من الأهل هم متخيلين أنه لا أحنا ولادنا ما يعرفوش أنه إحنا بيتخنقوا بس طيب هم شايفين شايفين العلاقة صمتة ما فيش ما فيش تواصل ده صحيح شوف أنت قلت زمان أبقنا وأجددنا كانوا عشان يتكلموا مع بعض كده يتناقشوا مش يتخنقوا مش يتخنقوا كانوا يقعدوا كده في مكان هادي مع بعض كده ويصفوا أي خلاف بينهم دلوقتي بقى الموضوع علني خلاص في قلب الشقة ده الجرام بتسمع كمان والناس اللي قدامنا بيسمعوا مش داخل الأوضة وداخل الغرفة نفسها فده خطأ جدا جدا أنا بيجيلي في الجامعة ولاد قلق شخصيتها خجولة قبل ما عليج هو أبدأ عادة أتكلم معاه بقول لا ما عليش أنا عادة أشوف بس البيت عندك عامل إيه معناش متطفل بس أنا لازم أثبت حاجة في ذهني والحمد لله 99% بيطلع صح خجولة معناها أن فيه بيت خلاها خجولة عندها مشاكل نفسية معناها أن فيه بيت خلاها عندها مشاكل إن هي طلع عندها مشاكل نفسية ولا حاجة نتيجة البيت أي حدثة خاطئة حصلت في المجتمع الكام سنة اللي فاتوا ابحثي عن العائلة نتخلق مع بعض الزوج والزوجة الحياة مليانة مشاكل الحياة مليانة هموم بس في هدوء بلاش أولادنا يسمعوا بلاش ينعاكس عليهم بعد إذنكم جدي وجدتنا كان بيطلعوا كده من الأوضة بعد ما يتكلموا خلاص الحياة بقت صفية وصفنا كل حاجة والتاني يوم هيكون فيه مشكلة وتالت يوم فيه مشكلة مش حاجة صعبة بس أما حاجة ما ينعاكس على أولادنا عشان نفسيتهم ما تتهزش علشان الحياة ما يبقاش فيها مشاكل بالنسبة لهم لأنهم شئنا مقابينا هيرقطوا هيسمعوا هيعيشوا هيشوفوا الواقع اللي بيحصلوا قدامهم وهينعاكس على صدقهم مفيش واحد بيطلع سوي والبيت عنده فيه مشاكل بيت فيه مشاكل الطفل مش سوي هينعاكس عليه بصورة أو بأخرى يعني لازم هيكون لها تأثير طيب دكتور برضو من الحاجات اللي احنا مش عارفين هي كويسة ولا وحشب يعني احنا مش ممكن يكون المجتمع ما كانش فيه مشاكل خالص زمان وفجأة دلوقتي المجتمع بقى مليان بالمشاكل والحاجات الغريبة يمكن بنبرر ده لنفسنا وبنقول ان وسائل التواصل الاجتماعي خلت الموضوع بينتشر بشكل أسرع وبيتعرف بشكل أسرع زمان كنا برضو بنقول انه احنا شايفين ان احنا عايشين في المدينة الفضيلة لان احنا ما نعرفش ان الدنيا اللي برا فيها حاجات وحش وفيها مشاكل فهل ده حلو ان احنا بقينا نعرف انه في مشاكل وفي ناس مش سوية وفي ممكن نتعرض لأزمات كتيرة وده اللي عرفناه من خلال الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي ولا الموضوع تخطى الإيجابية ورحل السلبية انا مش عارفة ايه اللي حلو ويه اللي وحش صحيح يا مياد لكتير جدا جدا ان احنا نسمع وننشر هذه المعلومات وهذه الحوادث بالامانة اه ها فيه كمية نشر اجتماعي جدا وسائل التواصل الاجتماعي الفيسو وتويتر وده ده ده والحاجات ده كلها بالامانة سامت لكنها مش العامل الاساسي ابدا هي جات مع يعني قيامنا تهزت شوية اخلاقنا تهزت شوية الاساليف في معامل تهزت شوية اتهزت شوية انا بدي حاجة في الجامعة الولايات بقول لهم دور العائلة في مكافحة الاخبار المضللة والكاذبة الكاذبة خبر مضلل الاب والام والابن لما عادين مع بعض يعملوا ايه بكتب وبقول فلاقيت حد بنت معايا بتاخد معايا بابها بالليل بيبعث لي بيقول لي انا بطلع الصبح اشتغل من الساعة سبعة بطلع من شغل لشغلانة ومجدود وتعبان ما عنديش وقت ان انا قاعدة صحح معلومات مضللة هو الاب اللي بيقول لي بيقوله ان هو يعاني شغال يبنا يعينه ويساعد ويساعد كل الناس اللي تعبانة شغال تلات شغلانات فأثناء اليوم بيطلع من هنا ل هنا بيقول لي باجع بالليل مهدود تعبان جدا عايزة نام انا ما عنديش وقت ان انا كافح قلت له لا اغلق جدا غلق جدا خلي بالك الحياة مش تعب ومشاقة وخلاص بالعكس انت واجب عليك انك تعب مع عائلتك انت واجب عليك زي ما انت عملت ابني وتجيب الفلوس اللي عملت تتخطط ليها لابد انت تتخصص من الوقت كمان تعود معاهم وتتكلموا وتتناقشوا وشغالوا واخر مسلسل وعودوا وتتكلموا عليه وعالجوه لكن مش معنى ان فيه ازمة اقتصادية طاحرة مش معنى ان فيه تضخم مش معنى ان فيه مشاكل لا ما هتلعش اشتغل واسيب البيت 24 ساعة واجب في النهاية انا وقتي مش سامح ان انا ودكتور اشرف انت تتكلمت على الوقت ويمكن دايما حظنا بيكون ساعة لان الوقت معاك بيجري بسرعة جدا حديثك ممتع بجد نورتني وانا سعيدة ان حدثك كنت معايا النهاردة ويا رب كل الاسر تكون استفادت من فقرتنا بشكرك دكتور اشرف البهية الكاتب الصحفي نورتني شكرا ما ييدا كل سنة زي ما قلنا مشاهدينا ان الاسرة في بيوتنا يريتني راعي ده لان المستقبل في ايد ولدنا وان شاء الله بكرة احلى استردت